اشتركوا في القناة المفوضية الأوروبية تبحث اليوم قرار منح وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا أثانية عشرة ظهرنا العاشرة بتوقيت جرانيتش نشرة أخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهر أهلا بكم وبداية مع زمي دارين مصطفى أهلا بك دارين شكرا نادانا أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة ومن العنوين إلى التفاصيل شهد الرئيس عبدالفتاح سيسي الاجتماعات السنوية 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة شارك في الاجتماعات التي ينظمها البنك المركزي المصري بالتعاون مع أفريكسين بانك أكثر من ثلاثة آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى بحضور محافظي البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والبنك وصندوق النقد الدوليين بجانب ممثلي البنوك والهيئات والخبراء الدوليين هذا وشدد سيدة رئيس سيسي على أن تذليل العقبات أمام مشروعات البنية التحتية من أهم الأولويات لتحقيق التنمية في إفريقيا كما دعا إلى العمل لتوفير تمويل اللازم من أجل بنية أساسية تحقيق قوات تنمية المطلوبة في إفريقيا النهاردة مش القضية قضية أن يوجد موارد طبيعية النهاردة لو أنت حبيت تروح في أي دولة من دولنا الأفريقية عشان تعمل صناعة أولية قيمة مضافة للنحاس أو قيمة مضافة للحديد فقط أنت عايز الكهرباء وعايز المصنع وعايز طرق السكة الحديد لتوصلك للموانع عشان الحاجة دي بعد ما تتصنع وتتحول من مادة خام جاية من الأرض إلى قيمة ممكن مضافة للبلد ثم يتم تصديرها أموال والسيسمرات ضخمة جدا إذن أول عقبة أتصور موجودة قدام مننا هي توفير التمويل اللازم لبنية أساسية تحقق اللي احنا بنتكلم فيه وقال الرئيس السيسي إن الشعوب الإفريقية تتمنى تحقيق الأمن والاستقرار وذلك ما تسعى الدولة المصرية لتحقيقه من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة وتذليل الصعب مؤكدا أنه إذا غاب الأمن والاستقرار عن أي دولة فلن تتقدم أبدا كما أنهما أساس تحقيق التنمية في دول القارة الإفريقية يا ترى الأمن والاستقرار اللي موجود في دولنا هو يسمح بكده ولا لا وإحنا كنا لسه بنتكلم على بنقول يا ترى المخاطر اللي موجودة في الدول في دولنا بتخلي الاقتمان تكلفته قدية عالية وأنا منخفضة وبالتالي موضوع الأمن والاستقرار وبالمناسبة العنصرين اللي أنا بكلم فيهم دول في تقديري الشخصي أنهما الأساس والركيزة الأساسية لأي تغيير مناسب للدول إن محققت الشرطة الاستقرار والأمن لا فيه قطاع خاص ممكن يستثمر ولا فيه قطاع أجنبي مستعد يجي يستثمر في البلد يستثمر في بلد مش متطمن لها إزاي يستثمر في بلد فيها عدم استقرار إزاي ما فيش فيها أمن إزاي واشار سيد الرئيس أسيسي إلى ضرورة وضع آلياتنا وخطوات ملموسة من أجل تحقيق حلم القارة الإفريقية في تغيير الواقع طيب الاستقرار والأمن عشان يتحقق يا ترى حلم الشعوب وأملها وقدرة الدولة على تنفيذه دي مشكلة أخرى مشكلة أخرى أن الناس عايزك واللي عايزاه قد تكون الدولة غير قدرة على تحقيقه على ألف مزور زمني مناسب فمحتاج زمن مش محتاج إرادة ومحتاج خطط لا إزاي النهاردة تحقق الاستقرار والأمن للشعوب اللي هي بتحلم هي وشبابها على أن هي تحقق لها أمال ولها طموحات طيب والأمال والطموحات دي قدرة الدولة على تنفيذه قد إيه أنا قلت المئتين دولة فيهم عشرين يعني عشر في المائة دولة ممكن يبقى معاها حققوا زي مش قضيتي دلوقتي مش هتكلم فيها لكن أنا بتكلم علينا إحنا فين إحنا نصنف من المئتين كم مننا في قاراتنا الأفريقية دولة اللي إحنا بنتكلم عليهم إحنا بنتكلم باركتر من خمسة وخمسين دولة أفريقية كم مننا من العشرين دول إذن الفكرة كلها عشان بس يبقى كلام يبقى المساهمة بتاعتنا اللي بنتكلم فيها مع فأحضركم هنا أحضركم المهم إن الاستقرار والأمن إذا غاب عن دولة اوعوا تطلبوا من الدولة دي إنها تتقدم أبدا لن تتقدم ننتقل الآن لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي لرئيسة المفوضية الأوروبية أرزلا فاندرلاين من بروكسلا الأنظمة في المحكمة الدستورية بالإضافة إلى المجلس الأعلى للقانون فيما يتعلق بحقوق الإنسان نعرف أن أوكرانيا قد عملت على إنشاء المؤسسات التي تعمل على مكافحة الفساد نحن بانتظار الآن لمعرفة من سيكون المدعي العام للجنة مكافحة الفساد بالإضافة إلى من سيترأس مكتب المؤسسات التحقيقات والآن نعرف أنه تم العمل على هذا البرنامج ولكن نحن بانتظار إلى تشغيله فيما يطلع علق بالأوليغارشيين نعرف أن أوكرانيا قد اعتمدت على قانون مهم جدا لمحاولة القضاء على هذه الفئة من الناس وأعرف أن هي دولة الوحيدة التي قمت بذلك والآن سنبدأ بتنفيذ هذا البرنامج فنحن بحاجة لرؤية نتائج مثل هذا التنفيذ فيما يتعلق بالحقوق التأسيسية نعرف أن أوكرانيا تمكنت من احترام 80% من توصيات اللجنة البندقية ولكن نحن الآن بحاجة لمعرفة ماذا سيحدث بالنسبة للأقليات بالتالي تم تحقق الكثير في أوكرانيا ولكن لا يزال هناك الكثير لبذله ناقش تقل هذه المسائل مع الرئيس الأوكراني بالإضافة إلى رئيس الوزراء حين زرت كياغ منذ تقريبا عشر أيام وحينها حصلت على جواب صريح من الرئيس قال حتى لو لم نكن أن نكون أعضاء في الاتحاد الأوروبي هذه الإصلاحات مفيدة لبلادنا وعلينا أن نعمل عليها لأنها ستكون لصالح ديمقراطية في أوكرانيا نعلم أيضا أنه لا نتمكن من تحقيق كل شيء طالما الحرب مساعدة في البلاد ولكن معظم هذه القضايا تم تطرق إليها وتحسينها بالتالي ختاما بشأن أوكرانيا نريد إرسال رسالة واضحة ألا وهي نعم تستحق أوكرانيا أن ينظر فيها للانزمام إلى الاتحاد الأوروبي نعم يجب ترحيب أوكرانيا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي نعرف أننا نعترف أيضا بالعمل الذي بذل في أوكرانيا ولكن لا يزال طريق طويلا العملية برمتها تستحق أنه ركز عليها وهي تحترم كل المعايير الأوروبية والآن سيعتمد الأمر على أوكرانيا إذ أوكرانيا الآن تملك المفتاح لتحسين الوضع وعليها أن تعمل على تحسين مستقبلها فيما يتعلق بجمهوريات مولدوفيا لقد قيمنا الأمور بطريقة عينها وبالتالي نحن نمسي بأن يعطي المجلس الأوروبي مولدوفيا صفة الدولة المرشحة لعضويات الاتحاد الأوروبي علما أن الدولة ستستمر بإجراء إصلاحات مهمة جدا في الماضي القريب اتخذت مولدوفيا خطوات رسخة فيما يتعلق بالإصلاحات ونعرف أنها تعمل على الإصلاحات وتعمل على مكافحة الفساد وذلك للمرات الأولى منذ حصولها على استقلالها نعرف أن لا يزال طريق طويلا أمام مولدوفيا في الاقتصاد والإدارة العامة بشكل خاص بحاجة إلى تحسينات كبيرة ولكن طالما يستمر القادة في احترام المسار الصريح نحن نؤمن أن الدولة تملك القدرات على أن تكون على قدر الشروط للأنزمان فيما يتعلق جورجيا نعرف أن جورجيا تتشارك الطموحات عينها كمولدوفيا وأوكرانيا نعرف أن طلبها قوي علما أن الآن الاقتصاد يركز كثيرا على القطاع الخاص ولكن للنجاح على الدولة أن تلتأم على الصعيد السياسي وذلك لرسم مسار خاص فيما يتعلق بالإصلاحات البنيوية هو الانضمام وتحترم عضوية الاتحاد الأوروبي وعلينا بديء بالإصلاحات ودمج المجتمع المدني في السياسة بالإضافة إلى الحصول على مساعدة كبيرة بالتالي نوصل المجلس الأوروبي بأعطاء جورجيا صفة دولة ترغب في الترشيح وذلك النظر في الكثير من الأصلاحات التي ستقوم بها قبل أن تصبح رسميا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي ختما لذلك فيما يتعلق بهذه الدول الثلاث جرينا تحقيقا معمقا ولقد نشأنا أيضا التقارير الثلاث بشأن الدول نعرف أن هناك أسس قوية للمديد قدما وتحقيبا على هذه الأدلة سنتمكن من العمل على لحظة تاريخية والسياسية مهمة للبلاد الثلاثة نعلم جميعا أن الأوكرانيين مستعدين مستعدون لي الموت للانضمام إلى اتحاد الأوروبا نحن نريد منهم أن يعيشوا معنا الحلم الأوروبي شكرا جزيلا لإسرائيق شكرا جزيلا لك رئيسة المفاوضية الأوروبية الآن سأعطي الكلمة لي مساعدها إذن تقيبا على ما فسرتها السيدة رسولة باندورلين نعرف أننا نواجه بعض الأوقات الصعبة هناك ثلاث دول أوروبية حاولت أن ترسل رسالة واضحة لنا وللعالم أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وقد أعربت بوضوح وبشكل طارق رغبتها إذن استمعنا إلى والآن على أوروبا أن يظهر للجميع مننا هذا باتواقعا ضمن هذا الغطار الجيوسياسي نحن أيضا قمنا بتقييم هذه الأهمية وفقا للسياسات نحن عملنا هذه الطلبات بكل جدية ولكن ليس كما هو الحال في الوضع الطبيعي لقد عملنا جاهدين وبذلنا كل ما في وسعنا لتقديم نتائج بأسرع وقت والرد للمجلس الذي طلب مننا بكل سرعة بعد استلام الطلبات بتقديم رأينا لأن هذه الخطوة الأولى لأي عملية المفاوضية تقدم رأيها فيما يخص الدول المتقدمة بطلب الانظمام أجرنا تقييما قويا كما تشاهدون في الوثاقة طبقنا نفس المنهجية التي طبقناها في الحالات السابقة ونحن نعتمد على المعايير المؤسسة بشكل جيد أو ما يسمى بمعايير كوبنهاجن وأكملت في مدريد عام 1995 وهي أولا المعايير السياسية أي كيف تضمن الدولة الديمقراطية وحكم القانون وحماية حقوق الإنسان والأقليات المعايير الثاني هو الاقتصادي لتقييم إذا ما كان هناك سوق اقتصاد شغال وفعال ويتحمل ضغوط التنافسية ضمن الاتحاد الأوروبي تابعنا مع حضرتكم ما وقع المؤتمر الصحفي من مقر المفاوضية الأوروبية في براكسيلا والخاص ببحث قرار منح وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبية لأوكرانيا قرأت لجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية عن إلغاء جميع القيود المقرر على دخول المصرين أو الأجانب إلى مصر وخلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تم متابعة آخر مستجدات الوضع الوبائي لفايروس كورونا يتم تقديم نحو 86 مليون و600 ألف جرعة للمواطنين من مختلف أنواع اللقاحات كما تم تقديم 4 ملايين و500 ألف جرعة تنشطية هذا ويتوافر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57 مليون و500 ألف جرعة لاستكبال تقديم التطعيمات نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ما تضمنته رسائل تحذيرية من وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة وقام المركز بالتواصل مع وزارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا مؤكدة أنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا الدعاءات النزائفة تستهدف إثارة البلبلة أقام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام احتفالية لتسليم دفعة جديدة من الموافقات والترخيص وشهادات توفيق الأوضاع لمجموعة من وسائل الإعلام هذا وأكد المجلس أنه يسعى لتعزيز الحرية لكافة الوسائل العالمية وتوفير ضمنات والإمكانيات التي تساعد في ضبط أداء الممارسة الإعلامية والصحفية أنا عايز أؤكد حاجة النهاردة هندي تقريباً مية مية وعشرين ترخيص مواقع إلكترونية وصحف وقنوات تلفزيونية وده عدد كبير جداً أكبر عدد منذ إنشاء المجلس لكن برضو بأكد على حاجة أهم من كده إن ابتداء من الأسبوع القادم هنبدأ التواصل مع الوسائل الإعلامية اللي تقدمت للمجلس للحصول على الترخيص عشان نستكمل الإجراءات وإن شاء الله في غضون أسابيع قليلة هيبقى في عدد كبير جداً من المواقع والصحف والقنوات الفضائية عشان نستكمل هذا بيؤكد إن إحنا في الفترة القادمة يعني بنعتبر فترة ازدهار لوسائل الإعلام هذا العدد الكبير وأنا زي ما قلت أكتر من مرة النظور المجلس هو حماية الإعلام تدعيم الوسائل الإعلامية والممارسة الديمقراطية إحنا جهة تنظيمية بنقدم كل التسهيلات عايز أقول إن المجلس يعني لا ما سحبش ترخيص ولم يصادر صحيفة ولم يتخذ أي إجراءات حتى الإجراءات اللي بنتخذها سواء الإنذار أو توقع غرامة بعد فترة معينة بنرجعها وعند التزام الوسائل الإعلامية بنرفع هذه العقوبة الإفنت ده الخاص بإصدار الترخيص والمفاة على الوسائل الإعلامية من مجلس على تنظيم الإعلام هو موضوع مهم جداً لأن ده تنفيذاً للقانون وأعمالاً للقانون إن كل الناس موجودة بتكون تحت مظلة واحدة وبالتالي يبقى فيه إمكانية لأن إحنا يبقى فيه زي ما بيكون فيه في أي مكان في الدنيا ثواب وعقاب على الأعمال اللي بتقدم على الأشياء الموجودة على الشاشات الموجودة في الصحف الموجودة في المواقع وده بيؤدي إلى إن الإعلام يبقى أكثر انضباطاً وهو ده المطلوب مننا جميعاً في جميع الوسائل الإعلامية القانون والمجلس الأعلى من خلال الجام بتاعته حاطت ضوابط ليه لكل الشوك بس الضوابط دي تنتبق على مين؟ تتبق على المرخص ليهم فإذا ما كانش حد يبقى مرخص له الضوابط دي مش هتنتبق ولذلك النهاردة المطلوب من إن الجميع يوفقوا أوضاعهم مع القانون بحيث أن الجميع يصدر لهم التصريح والرخص اللي هم يشتغلوا وده هتؤدي إلى إن نقدر نحن نطبق مصطرة واحدة على الجميع مصطرة واحدة على العمل الدرامية مصطرة واحدة على الأخبار اللي بتطلع مصطرة واحدة على الطريقة اللي بيقدم بها المحتوى وده هيبقى في مصلحة الإعلام يصبح في مصلحة الإعلام أكيد انتهجت الدولة المصرية استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية في إطار رؤية القيادة السياسية الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي نتابع المزيد في سياق العرض التالي مع الزميلة داليا بعميرة أهلا بكم أهمية القصوى تلك التي أولتها الدولة لقطاع الكهرباء والذي يحظى بضع من غير مسبوق من القيادة السياسية والتي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية وأن تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومية استراتيجية طموحة طبعتها الدولة لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطالبات التنمية وزيادة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالي 10 ألاف ميجاوات في عام 2023 هذا إلى جانب العمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع ويعمل قطاع الكهرباء حالياً على تحسين وتطوير شبكتين نقل وتوزيع بالإضافة إلى الشبكات الدكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة هذا وأولت الدولة اهتماماً غير مسبوق بالربط الكهربائي مع دول الجوار فإلى جانب الربط القائم مع كل من الأردن والليبيا والسودان تم توقيع عقود ترسيط وشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء وإلى جانب ملف الربط الكهربائي فإن الهايدروجين الأخضر حاضي بدوله باهتمام كبير من جانب الدولة باعتباره مصدراً واعداً للطاقة لذا تتركز الجهود حالياً على البحث عن جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهايدروجين الأخضر مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال مشاهدين الكرام كان هذا عرضاً مجزاً للتفرى غير المسبوقة التي شهدها قطاع الكهرباء كركيزة أساسية لتنمية في مصر شكراً لحضراتكم على طيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر اختتمت فعليات المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب تحت رعاية السيدة الرئيسة عبد الفتاح السيسي والذي عقد على مدار يومين وعقدت أربع جلسات تفاعلية ما بين البرلمانيين الشباب ومواثلين منظمات المجتمع المدني والخبراء وهو ما شكل حالة حوارية فريدة تجاه قضية تغير المناخ بكافة أبعادها ومستوياتها وذلك بوصفها القضية الأبرز عالمياً والأكثر تهديداً لكوكب الأرض وموارده ومقدراته شملت موضعات المؤتمر حالة تغير المناخ وتأثيرها على حقوق الإنسان والعمل البالماني لمكافحة تغير المناخ والشراكة ما بين المجتمع المدني والبرلمانيين لمكافحة ظاهر تغير المناخ اختتم المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباه فعلياته وخرج ليؤكد أهمية مؤصلة سن التشريعات التي تعمل على مواجهة التغيرات المناخية التغير المناخي مع كل يوم يزداد حاله سوءاً والناس التي تعاني الفقر ستزداد كذلك أيضاً من يعاني من نقص المياه والغذاء لذلك واحدة من أهم التوصيات هي انخراط الشباب النواب لجعل الحكومات تعمل بشكل ملموس لذلك نحتاج للتفاهم بين النواب الشباب لدفع الحكومات للعمل ليس هناك وقت للانتظار إنه وقت العمل على مدار يومين نقش المؤتمر في جلساته قضية التغير المناخية خاصة فيما يتعلق بدور المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية ودعم البلدان النامية لمواجهة التغيرات المناخية وذلك بحضور أكثر من 60 وفد من الشباب النواب من حول العالم ممثل المجتمع المدني وخبراء من أهم محاور المشروع القومي أو من أهم المشروعات المدرجة تحت مظلة حياة كريمة هو مشروعات المختصة بالبيو جاز وهدفها الرئيسي هي إزاي إن بيتم تحويل المخلفات الزراعية والحيوانية لإستماد عضوي وغاز حيوي بيستخدم داخل المنازل اللي هو غاز الميثين وبيعتبر أقل ضرراً وأقل تلوثاً على البيئة وعلى المناخ ومش بس كده فيه دور كبير المؤسسة ودور المشروع برضو بيشتغل فيه هو الشرك التوعوي وإزاي إن احنا بننشر ثقافة مشروعات البيو جاز داخل الكرة الأكثر احتياجاً ومن خلالها بيتم توفير فرص عمل المواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق إن عام 2022 هو عاماً للمجتمع المدني في مصر وكلمنا عن المبادرات المحترمة لوزارة التضامن الاجتماعي قدمتها للسادة المواطنين عشان نقدر نعمل توعية حقيقية تحدثنا كمان عن إن دور المجتمع المدني للوصول لشباب المدارس والوصول لشباب الجامعات عشان يقدر يعمل توعية حقيقية وتوعية تسقفية ليه شباب المدارس والجامعات يعني إيه التغير المناخي إيه الأضرار الناتجة عن التغير المناخي شفنا كمان إن عندنا شباب في المدارس والجامعات بيعملوا دلوقتي عربيات صديقة للبيئة باستخدام الكهرباء فدور المجتمع المدني وأهميته على مستوى العالم كله إنه ده ذراع رئيسي لأي دولة عايزة تنجح وعايزة تتقدم في أي ملف مش تغيره مناخي فقط في أي ملف بيخدم المواطن المصري هو ده كان أساس الكلمة النهاردة مصر والجزائر يعني حضرتك رهي تنتميل إفريقيا إفريقيا مسؤولة فقط على أبعض بالمئة من الإبعاثات الغازية المسؤولة عن تغييرات المناخية لكن مثلا الجزائر ومصري ينتمون إلى منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط المصنفة من أكثر المناطق تضررا في العالم من تغييرات المناخية يعني رغم أنهم ليس على عاتقهم مسؤولية كبيرة في الأزمة المناخية ليعيشها العالم لكنهم أكثر تضررا وينتمون للمنطقات تعتبر من أكثر 27 منطقات تضررا في كل المعمورة الدول المتقدمة هي الأكثر تأثيرا ومساهمة في ظاهرة تغييرات المناخية والدول النامية هي الأكثر تعرضا لتدعيات التغيرات المناخية فبالتالي كانت هناك منشدات ودعوات بأن تتحمل الدول المتقدمة مسؤوليتها وتجاه الدول النامية من حيث توفير التمويل وأيضا من حيث نقل التكنولوجيات اللازمة لمشاريع أو ممارسات التكايف والتخفيف ويأتي المؤتمر قبل خمسة أشهر من انطلاق قمة المناخ بمصر في دورتها السابعة والعشرين ليعطي رسالة على أن مصر تهدف للخروج بجهد عالمي منظم على كافة المستويات لمواجهة التغيرات المناخية بعد أربع جلسات تفاعلية خرج المؤتمر ليؤكد على أهمية تمكين الشباب وكذلك أيضا مغصلة سن التشريعات التي تعمل على مواجهة التغيرات المناخية ومرقبة دور الحكومة ومدى التزماتها باتفاقية باريس عام 2015 شيرين مكدي أكستر نيوز شكرا للمشاهدة نقلت وكالة براس عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله أن الركود ليس حتميا في الولايات المتحدة وأنه واثق من أن بلاده قادرة على التغلب على التضخم وأضف بايدن في مقابلة مع الوكالة أن الولايات المتحدة في وضع أقوى من أي دولة في العالم للتغلب على التضخم كما أشار إلى أن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا كانت أفضل خيار لأمريكا أغلقت مؤشرات والأسهم الأمريكية على انخفاض حادن الخميس وسط عمليات بيعا واسعة النتاق هذا وعاد رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في سويسرا وفي بريطاليا عاد إشعال المخاوف من أن محاولات البنوك المركزية لكبحية ضخم قد تؤدي إلى تباطئ حادن في النمو في جميع أنحاء العالم أو حدوث أي تركود حث وزراء مالية منطقة اليورو على العودة إلى انضباط الميزانية لمساعدة البنك المركزي الأوروبي على مكافحة مخاطر أزمة ديون جديدة وسط ارتفاع تضخم وتراجع النمو والتوتري في الأسواق وفي اجتماع دوري في لكسنبرغ أطلعت كريستين لغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أطلعت الغزراء على إعلان البنك المتعلق بما يسمى أداة مكافحة التشضي والتي من شأنها أن تقدم دعما جديدا للدول الأكثر مديونية التشضي مصطلح مستخدم في تقتلة للإشارة إلى مخاطر الفروق المرتفعة بين تكاليف الاقتراض الحكومي لدول الأعضاء قالت وكالة فرانس برس أن فرنسا لم تعد تتلقى أي غاز من روسيا عبر خط الأنبيب ونقلت الوكالة عن الشركة المشرفة على شبكة نقل الغاز جي آر تي غاز إن بارس لم تتلقى أي غاز طبعية من موسكو عبر خط الأنبيب منذ الخامس عشر من شهر يونيو بعد أن حضرت شركة جازبروم روسية في وقت سابق هذا الأسبوع من أنها ستخفض بشدة عمليات تسليم إلى أوروبا لأسباب فنية ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مرسل يا خالد شقير مرسل أكسانيوز خالد رحبك معنا في هذه الجولة الإخبارية بداية خالد بعد التحية بعد إعلان فرنسا أنها لم تعد تتلقى أي غاز من روسيا هل سيكون هناك خطط بديلة من قبل فرنسا لتوفير الغاز من أي دولة أخرى غير روسيا طبعا؟ تحياتي داناليكي ولكل السيدة المشاهدين بالفعل فرنسا لا تعتمد اعتماد كبير على الغاز الروسي ولها عدة مصادر أخرى تعتمد عليها ما يختلف فرنسا أو موقف فرنسا من الغاز الروسي أن فرنسا لديها أربع محطات للغاز المسال وهذا يجعلها أكثر ارتاحية من بعض الدول الأوروبية في الاعتماد على الغاز الروسي جاء هذا الإعلان الذي اعلنت عنه الشركة المشرفة جي أختي جاز صباح هذا اليوم ليؤكد على أن الأجواء الساخنة ما بين روسيا من ناحية والدول الغربية من ناحية أخرى تأتي في إطار الرد على العقوبات الاقتصادية الحزمة السادسة التي أقرتها الدول الأوروبية على النفط الروسي وهذا هو رد فعل من الجانب الروسي على حسب الإعلام هنا في فرنسا إعلان انقطاع التضفق المادي أيضا بين فرنسا وألمانيا من جهها بعد أن خفضت الشركة الروسية غاز بروم شحناتها إلى الدول الأوروبية تبقى طبعا هذه الخطوة في إطار الخطوات التي تقوم بها أو يقوم بها الجانب الروسي كرد فعل طبيعي لهذا الدعم الأوروبي والذي ظهر جليا من خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي أكد على استمرار فرنسا في دعم أوكرانيا حتى النصر وإمدادها بأسلحة متطورة مثل مدافع سيزار وطبعا جاءت هذه الخطوة تأكيدا على أن الجانب الروسي الآن يحاول مفاجأة الجانب الأوروبي بمنع مد الغاز الروسي إلى أوروبا في خطوة جديدة تأتي أو وصفت بتطور سريع في الأمر في الوقت التي تحاول الدول الأوروبية الحصول على مصادر أخرى متنوعة من الغاز من أماكن مختلفة من الدول المتوسطية وغيرها طبعا خالد بعد بدأ هذه الأزمة الروسية الأوكرانية طبعا التي أثرت على العالم أجمع ليس فقط فرنسا أدت طبعا إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير مما طبعا أثر بالسلب على فرنسا وعلى حتى المواطنين في فرنسا هل بعد كل هذه الأمور وبعد انقطاع طبعا الغاز من قبل روسيا إلى فرنسا وعدد كبير من الدول الأوروبية هل سيكون هناك إعادة نظر من قبل الجانب الفرنسي بعدم فرد مزيد من العقوبات أو حتى الإجراءات الاقتصادية على الجانب الروسي أو يكون هناك عدم إرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا الحقيقة يعني هذا السؤال دانا هو السؤال المطروح وبصفة خاصة أن التداعيات هذه الأزمة على الداخل الفرنسي والداخل الأوروبي والعقوبات لها مرضود كبير جدا أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات وصل سعر البنزين لأكثر من 2.5 يورو تقريبا وأيضا المزوت وغيرها من الأسعار وأدى إلى ارتفاع أسعار النقل مما زاد إلى ارتفاع أسعار اللحوم والمنتجات الغذائية والزيوت وغيرها ولكن الزيارة التي قام بالرئيس الفرنسي بالأمس وأيضا المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإيطالي وبصحباتهم كان الرئيس الروماني بتؤكد على أن الغرب مستمر في إطار محاولة إيقاف روسيا للعمليات العسكرية للضغط على روسيا وأن الأمور للأسف الشديد ليس هناك أي مؤشرات إيجابية بتؤكد على أن الغرب لن يستمر في هذه العقوبات الاقتصادية حسب طبعا وكالات الأنباء هنا والصحف الفرنسية العواقب الاقتصادية على الداخل الفرنسي وعلى داخل أوروبي مستمر والأسوأ للأسف الشديد هو المتوقع فيما يخص الصيف والخريف القادم صحيح ونحن ستتابع معك كل ما هو جديد خالد أنا أشكرك شكرا جزيلا زميلي خالد شقيرة من مرسيليا مراسل اكسل نيوز شكرا جزيلا لك خالد ومن فرنسا إلى إيطاليا حيث أخترت شركة جاز برام الروسية أخترت شركة إني الإيطالية بأنها ستخفض نصف حجم الغاز المطلوب للتصدير إليها هذا وقدمت إني طلبا يوميا عن الغاز الروسي يبلغ نحو 63 مليون متر مكعب فيما أعلنت شركة جاز برام أنها ستقدم 50% فقط من الكمية المطلوبة بدورها أشارت الشركة الإيطالية إلى أنه حتى الآن بالكاد تغيرت الأحجام الفعلية للتسليم مقارنة بتلك التي تم تسليمها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انخفضت أسعار النفط متأثرة بمخاوف الطلب في أعقاب رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 47 سنت و0.4 من 10% إلى 119.34 لألبرميل كما انخفضت سعر الذهب بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية حيث تتجه الأسعار لأكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو هذا وخسر الذهب نحو 1.3% في تعاملات متقلبة خلال هذا الأسبوع بعد أن بدأه بالقرب من ذروة الشهر وصف المتحدث باسم الكرم لن ديمتري بيسكوف فرض أمريكا وأوروبا عقوبة على الأسمدة الروسية بالخطأ الكبير ولا فتن إلى أنه سيخلق ملايين من الجيع لاحقا هذا وأضاف بيسكوف أن الولايات المتحدة قامت في البداية بفرض قيود على الأسمدة الروسية ولكن أدركت بسرعة جدية هذا الأمر ورفعت القيود عنها وعن المنتجات الأساسية هذا وأشار بيسكوف إلى أن هناك قيودا غير مباشرة مثل التأمين على السفن وعدم قبول الموانئ دخول السفن الروسية وموضحا أن ذلك قد أسفر عن خفض ما يقرب من أربعين بالمئة من جميع عمليات التسليم موسيقى 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 ميدانيا أعلن الجيش الروسي أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طرس 25 في مقاطعة خاركيف و15 طائرة مسيرة بينها واحدة من طراز بيرقدارة وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغار كوناشينكوف قال إن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو أصاب 18 منطقة لتجمع القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية وعشرة مواقع إطلاق لبطاريات المدفعية لما في ذلك ست بطاريات لراجمات الصواريخ جراد مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية في دونيتسك كما تم تدمير مقرا لفصيل أزوف في مخاطعة خاركيف قال حاكم منطقة تالوهانسكالوكرانية أنه من المستحيل إجلاء المدنيين من مصنع أزوت للكمويات في مدينة سيفيرو دونيتسك بسبب القصف الروسي على المدينة دعا حاكم المنطقة إلى ضرورة التوصل إلى وقفنا لإطلاق النار في المدينة من أجل توفير قطاء آمن لإجلاء المدنيين من المدينة حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في أوكرانيا بعد أربعة أشهر من العملية العسكرية الروسية مقلق للغاية وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن الوضع الإنساني في كامل أوكرانيا خاصة في شرق دونباس مقلق للغاية ويواصل التدهور بسرعة في وقت تشتد المعارك فيه بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية في شرق البلاد قالت القوات الشعبية في منطقة دونتسك إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة يسينو فاتايا بنيران المدفعية وتقع تلك المدينة على بعد حوالي 25 كم شمال دونتسك وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق قال حكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا مكسيم مارشانفي قال إن صواريخ كييف أصابت زورقا للبحرية الروسية كان ينقل جنودا وأسلحة وذخيرة إلى جزيرة زميني التي تسيطر عليها روسيا جنوب منطقة أوديسا وقالت القيادة البحرية الأوكرانية إن الزورقا كان مزودا بنظام تور الصاروخي المضاد للطائرات لكنه فشل في إحباط الضربة أكد رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن أوكرانيا تنتمي إلى العائلة الأوروبية ومشيرا إلى أن زيارة عدد من القادة الأوروبيين كييف هي إشارة قوية يتم إرسالها إلى روسيا وفي تصريحات له أوضح ماكرون بأن دور فرنسا هو مساعدة أوكرانيا لكن مع الحفاظ على القنوات الدباسية مع موسكو ولا فتن في الوقت ذاته إلا أنه لا يمكن استمرار مفعوضات السلام ما بين الطرفين في الوقت الحالي وذلك بسبب المعارك في إقليم دنباس شرقية أوكرانيا أوصت المفوضية الأوروبية بمنح وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وفي مؤتمر صحفي قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فاندرلاين إنه يجب على أوكرانيا أن تقوم بإصلاحات قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا ويعد قرار منح أو رفض المرشح والذي سيتخذ من قبل رؤساء دول وحكومات في الاتحاد في القمة التي ستعقد في براكسل يومي الثالث والعشرين والربع والعشرين من يونيو مع مراعاة توصيات المفوضية ترجمة نانسي قنقر 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 تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير والذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع محذرة من أن سلطات الاحتلال تهدد بتصعيد دبوي جديد في الأراضي المحتلة أطلقت الصين رسميا حملت طائرات ثالثة خلال مراسم أقيمت بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنجهايا يذكر أن هذه السفينة هي الثانية التي يتم بناؤها في الصين وسيتم تسليمها إلى القوات البحرية بعد تجارب عدة في البحر جاء إنزال الحاملة إلى المياه وسط توترات كبيرة بين بكين وواشنطن بشأن جزيرة تايوان أقر المؤتمر الوزاري لمنظمة تجارة العالمية في جنيف اتفاقياتنا بشأن الصيد وبراءات اقتراع لقاحات كوفيد-19 والأمن الغذائي قالت المديرة والعامة للمنظمة أمام رؤساء وفود دول المئة وأربعة وستين والأعضاء في المنظمة إن هذه القرارات غير مسبوقة وكان المؤتمر يهدف إلى تناولين عدم الأمن الغذائي وناجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فضلا عن إلغاء الدعم الذي يسهل الصيد المفرط ويفرغ المحيطات ورفع البراءات التي تحمي لقاحات كوفيد-19 مؤقتا وأيضا إصلاح المنظمة هذا وأعلن رئيس المؤتمر الوزرية تيمور اسليمانهوف مساعد رئيس مدير مكتب رئيس كازاخستان أعلن عن التوصل إلى اتفاق بين المفاوضين على كل هذه المواضيع بعد مدولات مكثفة استمرت أيام عدة رياضيا وجه الاتحاد المصري لكرة القدم ما وجه الشكر لإهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم وكشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال مؤتمر صحفي عن نية الاتحاد التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة خلفا لإهاب جلال تتلق اليوم منافسات والجولة الثانية والعشرين من منافسات دورية المصري الممتازة بإقامة ثلاث مباريات حيث يصديف فالإسماعيليا المقاولون العرب بينما يواجه فاركو مضيفه سيراميكا كيلو فترة ويحل اسموح ضيفا على طلائع الجيش يواصل النادي الأهل تدريباته استعدادا لمباراة القمة أمام الزمالك مساء الأحد المقبلة على ملعب استاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الممتازة حرص الجهاز الفني بقيادة المدير الفني المؤقت سامي قمصان على تخفيف الحمل البدني لللاعبين الذين شاركوا في مباراة بينما شارك بقية اللاعبين في تدريبات بدنية وتدريبات الكرة وذلك في إطار حرص الجهاز الفني على تجهيز كافة اللاعبين شارك حمد فتحي في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلية يوصل فريق زمالك تدريبات استعدادنا لموراة القمة أمام نادي الأهل يوم الأحد المقبل في بطولته الدوري الممتاز وانتظم إمام عشور في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة والتي كان يعاني منها في العضلة الخلفية بينما قرر الجهاز الفني بقيادة بورتغالية جوس فالدو بيريرا أدخوله في معسكر مغلق غدا السبت من أجل السعداد لمواجهة نادي الأهل أما عن أحوال التقس في توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم تقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والواجه البحري وشمال الصعيد مائل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد أما في الليل فيسود تقس معتدل فيما يلي بياننا بدرجات الحرارة المتوقعة تتعرد فرنسا لمواجهة حارة مبكرة شهدت ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية وسط توقعات بمزيد من الارتفاع ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا أن مواجهة حارة شديدة ومبكرة ناجمة عن كتلة هوائية ساخنة تتحرك من شمال إفريقيا تضرب البلاد وقالت إن توقيتها لم يسبق له مثيلة وبلغت درجات الحرارة في العديد من مناطق فرنسا 40 درجة مئوية وذلك للمرة الأولى هذا العام ومن المتوقع أن تصل إلى ذروتها غدا السبت لترتفع إلى 41 أو 42 درجة وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إن العديد من المناطق الجنوبية قد وضعت تحت أعلى مستوى من التأهب وبدأ الحكام المحليون في بعض الأماكن في اتخاذ خطوات طارئة وبهذا مشاهدين ألا كرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه القولة الإخبارية وهذه تذكرة بأهم مجاة في هذه النشرة من عنويننا رئيس سيسي يدعو لتوفيريا تمويل لازم من أجل بنية أساسية تحقق التنمية المطلوبة في إفريقيا انقطاع تدفق الغاز الروسي إلى فرنسا وغاز برام تخفيض شحنات إني الإيطالية إلى النصف والمفاضية الأوروبية توصي منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبية ولمزيدا من الأخبار يمكن لحضراتكم تحميل تطبيق أكترا نيوز من خلال أبل سور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة كان معكم في هذه النشرة دانا متحة وأنا داري مصطفى وإلى اللقاء